موضوع صعب جداً وموضوع غريب إن كان عندنا وقت يعني الفترة الفات دي كان فيه وقت اللي هي مثلاً الفترة بتاعت إن فيه مباراة أفريقية فمباراة الدوري أقل شوية بعكاية فيه توقف دولي يعني التوقف دولي ده كان طويل كمان ما داش نقول له هو يعني توقف دولي مدته قصيرة لأ ده توقف دولي طويل وبالتالي إن الموضوع ما يبقاش بيتحل في الفترة دي كمان نرجع زي ما سوزعف حكيم كان بيتكلم إن كان فيه تصريحات أصلاً لرئيس التحاد الكورة والمسؤولين في الكورة إن أحد المسؤولين سافر أسبانيا عشان خاطر التحدثات بتاعت التقنية التحدثات التقنية وإن إحنا هنعمل أب جريد وإن إحنا أتفقنا على جدولة إن الموضوع نتعامل بسعر الصرف اللي هو قديم مش الجديد عشان خاطر نقطع كل ده فين النهاردة التحاد الكورة نفسه مش ليه فلوس عند الأندية كان بيطالب بيها قبل الانتقالات بتاعت يناير والأزمات الشهيرة اللي شفناها بتاعت القيد طب النهاردة أنت ليك عند مثلاً نادي 80 مليون لك عند نادي 20 مليون لك عند نادي 10 مليون ما أنت لو لميت 50% من المستحقات دي تقدر تسدد النهاردة المستحقات اللي عليك سواء بقى للحكام للفار يعني لكن النهاردة أنت ما بتلمش محسنة النهاردة دفعت المستحقات بتاعت الموضوع يعني النهاردة دفعت كل الفلوس الخاصة بموضوع التحكيم وتقنية الفيديو يعني الفلوس دي مدفوعة أوكي كده مدفوعة فما فيش أي سبيل أو أي مجال لك تقول أنت ما دفعتش ليه لا والنهاردة كمان زي ما بنتكلم بنقول صراع الهبوط في يعني في كازا أكتر مفاق بنتكلم ممكن تمن فرق تمن فرق ممكن يكونوا نفساً بنفسه في الهبوط خطأ ممكن يأثر على فرق بشكل كبير جداً التنافس الأفريقية كابتن أسامي عندك مباراة بكرة مهمة جداً أمام غزل المحلة لا والتنافس كمان في المربع الزهبي يعني في أندية بتحلم نتلع دوري أبطال عايزة تكمل في الكون فيدرالية فالنهاردة المقاولين ماشي بنقطة بنقطة نعزمك على فكرة النهاردة المقاولين ماشي بنقطة والمتحاد السكندري في المنافسة والمتحاد السكندري في المنافسة برامد زو فيوتشر موجودين والنهاردة الأهلي لسه عنده مؤجلات يعني ليه هنخش في نفس الحزبة ونفس الأزمة هي أزمة أنا شايفها أنه لا النهاردة لازم تخش وتدفع خصوصاً بقى كمان إيه انت اللقتي بتصدرلك أن نهائي الكاس إحنا عايزين بالفار آآ ما احنا كمان عايزين بورامين ان احنا مش عايزين بورف من هائل كاس. يمكن المعلومات اللي واردة إلينا لغاية دلوقتي يعني نسبة تواجد تقنية الحكم الفيديو المساعدة فاينل كاس يعني مش مؤكدة بالنسبة الجيلة. وهيكون حكم مصري. وهيكون حكم مصري. لا انا 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 للا امانة احنا كنادي اهلي كمان يعني في مطشط زي كده خصوان ان المنافس بتاعك في نهائي الكاس ما بيطلبش غير حكم اجنب في مطشط. شوفنا المباراة الاخيرة اللي كانت في مطولة الدوري يعني بص يا كابت ان اسامة انا مش قصدي حاجة وجي على مبارتك. لا ده لما تسأل وقتها انت ما طلبتش ليه قالك اصلا الحكم اللي جاي كويس. قالوه طب عارفت منين. لا انا مش عايز انا مش قصدي حاجة يعني سيئة بس النهاردة طالما انت بتطلب حكم اجنبي المباراة معينة ده معنا ان انت كمنافس. لا او انت كمنافس عندك مشكلة انت شايف ان الحكام بيجوا معاك في مباراة معينة عنده. طب فالنهاردة انت ليه تحط حكم مصري تحط عليه ضغط ليه كمان هتحط المباراة من غير تقنية فيديو. ولين النهاردة اصلا يبقى فيه كلام ان وزير الشباب الرياضي بيتدخل عشان يحل مشكلة وجود تقنية الفيديو من عادة قديم يعني هل الموضوع كبير قوي كده عشان خاطر ان الوزير بنفسه يتدخل. لا دي مفروض دي ابسط لما الوزير هتدخل لما الوزير هتدخل يحيل الامر كاملا بزبط للفار الوزير هتدخل للقيد الوزير هتدخل عشان الملاعب. طب الناس اللي مسؤولة عن الكورة اصلا بتعمل ايه هي دي الفكرة كلها.